موسيقى لا زال الكلام في المورد الرابع جيم وصلنا إلى أمة التدليس وبترهم الحقائق وتزييفها بدون خوف الله ولا محاسب الضمير فالذهبي في تذكرة الحفاظة جزء الرابع قال ابن الفوطي العالم البارع المتفنن المحدث المفيد مؤرخ الآفاق مفخر أهل العراق كمال الدين أبو الفضائل عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أبو المعالي الشيباني ابن الفوطي مولده في المحرم سنة ستمائة واثنين واربعين هجري ببغداد وأسر في الوقعة وهو حدث أسر في الوقعة وقعت بغداد ثم صار إلى أستاذه ومعلمه خواج نصير الدين الطوسي في سنة ستمائة وستين لاحظ لا يوجد خلصه من الأسر هذه حذفة لاحظ كيف يتدرجون في التدليس هذا دلس شيئا بعد هذا تعلم عنده هو قريب إلى من كتبه بخلاف ما كتب فهو أقرب منه فماذا يفعل يجد بأن أهم نقطة أهم فكرة أخطر فكرة أخطر معلومة تحذف فحذفت من قبل الذهبي يأتي غيره من المدلسة يعتمد على الذهبي وعلى تدليسات الذهبي فأيضا يدلس هو بتدليس إضافي وهكذا يأتي من بعده إلى أن تصفر البعلومات إلى الأوباش ممن يتبع التيمية الآن ويصل إليهم التاريخ مفرغ من كل شيء يقول وأسر في الوقعة وهو حدث أسر في الوقعة وقعت بغداد ثم صار إلى أستاذه ومعلمه خواج نصير الدين الطوسي في سنة ستمائة وستين فأخذ منه علوم الأوائل ومهر على غيره في الأدب يقول أخذ منه علوم الأوائل ومهر على غيره في الأدب ومهر في التاريخ والشعر وأيام الناس وله النظم والنثر والباع الأطول في ترصيع تراجم الناس وله ذكاء مفرط وخط منسوب رشيق وفضاء الكثيرة سمع الكثير وعني بهذا الشأن دال وأما ابن كثير التيمي الإقصائي العنيد فالتدليس عنده بطفرة وطفرات وطفرات وقفزات فضائية كبيرة فالتدليس عنده بطفرات وقفزات فضائية كبيرة فيذكر ابن الفوطي في البداية والنهاية الجزء الرابع عشر بالقول الإمام المؤرخ كمال الدين ابن الفوطي أبو الفضل عبد الرزاق ولد في سنة ستمائة واثنين وعين هجر ببغداد وأسر في واقعة التتار ثم تخلص من الأسر ثم تخلص من الأسر هذه إلى هنا طابق الذهبي لكن تقدم عليه بخطوة هناك تحدث قال أسره ثم صار إلى أستاذه هنا قال تخلص من الأسر أعطاه خصوصية بأنه هو من تخلص من الأسر الآن الخطوة الأخرى عنده هناك ذكر قال الذهبي ماذا قال ثم صار إلى أستاذه ومعلمه خواج نصري الدين الطوسي هنا لا يصح أن يذكر الطوسي نهائيا لأنه قد علق عليه وعلى ابن العلقمي كل فشل التيمية وأئمة التيمية والمنهج التيمي كل الإفك والافتراء سجل على الطوسي كيف يذكر بأنه هو أستاذ لابن الفوطي فلم يذكر هذه دلسه دلست هذه القضية حذفت دلست أبن كثير فقال ثم تخلص من الأسر فكان مشرفا حتى مراغة انتهى من كل شيء لم يذكر أي شيء حتى عن مراغة يقول فكان مشرفا على الكتب المستنصرية وقد صنف تاريخا في خمس وخمسين مجلدة وآخر أي كتابا آخر في نحو عشرين وله مصنفات كثيرة وشعر حسن وقد سمع الحديث من محي الدين ابن الجوزي نكتفي إلى هنا في موارد النقطة الأولى ويأتي إن شاء الله كلام في باقي النقاط أيضا له علاقة بالنقطة الأولى لا ممكن الإتعام به لمن يريد أن يستطيع